السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ محمد الأكلبي المادة لغتي موضوع الدرس النشيد الجار والصديق خير ما نبدأ به في جميع أمورنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هنا أصدقائي نشاهد غلافنا غلاف كتاب لغتي والذي كتب عليه اسم المادة لغتي لونه يرائعين اللون الأحمر أحسنتم رقم اثنان هنا الصف الثاني الابتدائي ونلاحظ في الغلاف صورة أسرة فواز ونورة هنا لدينا الفهرس نحن يا أصدقاء في الوحدة الثانية أصدقائي وجيراني سنجد في مدخل الوحدة النشيد الجار والصديق تبدأ صفحات هذا النشيد في الصفحة رقم 59 هنا غلاف الوحدة كم رقم وحدتنا يرائعين؟ الوحدة الثانية أحسنتم اثنين ما هو عنوانها؟ أصدقائي وجيراني ما هو لونها؟ أحسنتم هذا اللون وهو لون من الأخضر مع الأزرق وهنا ألوان الوحدات القادمة هل تعرفون مجال وحدتنا يرائعين؟ مجالها اجتماعي أحسنتم نلاحظ هذه الصور والتي تجمع أسرة فواز بأصدقائهم وأصدقائهم وجيرانهم بأسفل الغلاف يوجد رسالة موجهة للأسرة العزيزة هيا بنا يا أصدقاء نجلس في مكان هادئ ونستمع جيدا إلى شرح المعلمة وأيضا إلى الصوت الذي سوف تستمعون إليه وهو صوت النشيد نجلس جلسة صحيحة نحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص ممتاز يا أصدقاء مستعدون رائع هذا هو النشيد الأول في الوحدة الثانية بعد أن انتهينا من الوحدة الأولى إذن سنتعلم اليوم إن شاء الله نقرأ النشيد قراءة صحيحة منغمة مقتدين بقراءة المعلم نتعرف على بعض معاني الكلمات وشرح الأبيات ثلاثة نتعرف على القيم في النشيد إذن يا رائعين سنفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم 59 هيا نبحث عن هذا الرقم في الصفحات ونفتح الكتاب ممتاز الآن سنتعرف على مكونات درسنا لهذا اليوم النشيد أنشد الجار والصديق هذا هو عنوان النشيد النشيد عبارة عن أبيات أبيات شعرية أحسنتم إذن هذه الأبيات يا أصدقاء كم عددها؟ نعدها معاً واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتاز إذن لدينا سبعة أبيات في نشيدنا لهذا اليوم يوجد أيضاً بار كود والذي يوجهنا إلى رابط الدرس الرقمي أي أننا سنستمع إلى النشيد من خلال هذا البار كود أيضاً يوجد بأسفل الصفحة معجمي الصغير والذي تعودنا دائماً في الأنشيد أن يكون لدينا كلمة غامضة المعنى ونتعرف على معناها الآن يا رائعين أريد منكم الاستماع جيداً إلى هذا النشيد سوف نستمع إلي ثلاث مرات نكرر لماذا سنكرر يا أصدقاء؟ أحسنتم حتى نتمكن من قراءته بطريقة صحيحة إذا قرأناه بطريقة صحيحة فإننا سوف نحفظ أحسنتم مستعدون للاستماع الآن؟ ممتاز هيا بنا نستمع ترجمة نانسي قنقر يظل دوماً جانبي أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه يعينني وداره كداري شكراً لكم أصدقائي على حسن الاستماع إذن لا ننسى أن نستخدم قلم الرصاص أو الإصبع نستمع ونحن نتبع نضع إصبعنا تحت الكريمات حتى نستطيع قراءتها بطريقة صحيحة نستمع مرة أخرى بعد ذلك سوف أكرر مرتين ونستمع الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري ما أسعد الجيران في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أنا أحب جاري لأنه دواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه يعينني وداره كداري أنا أحب جاري لأنه دواري أعينه يعينني وداره كداري أنا أحب جاري لأنه دواري أعينه يعينني وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب أنا أحب جاري لأنه دواري أعينه يعينني وداره كداري ما أسعد الجرانا في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أنا أحب جاري لأنه دواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه يعينني وداره كداري شكرا لكم يا أصدقاء على حسن الاستماع لهذا النشيد إذن الآن سوف أقوم بقراءة النشيد ونحن نستمع إلى المعلمة لا ننسى أن نستخدم الأصبع أو قلم الرصاص لنتتبع الكلمات هيا يا رائعين أنشد الجار والصديق أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب ما أسعد الجيران في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني ممتاز سوف أقرأ مرة أخرى يا أصدقاء وأنتم تستمعون إلي أنشد الجار والصديق أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب ما أسعد الجيران في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أحسنتم شكرا لإستماعكم ما رأيكم الآن؟ أنا سأقرأ وأنتم ترددون بعدي نردد بعد المعلمة أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب ما أسعد الجيران في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أحسنتم رائعين شكرا على الترديد بعد المعلمة إذن يا أصدقاء نريد أن نعرف ما الذي يدور في هذه الإنشودة سنتعرف على القيم الموجودة بها وأيضا سوف نقوم بشرح معنى هذه الأبيات إذن البيت الأول أنا أحب جاري لأنه جواري إذن ما هي أسباب أننا نحب هؤلاء الجيران لأنهم أحسنتم يسكنون بجوارنا وأيضا أعينه يعينني إذن ماذا نعني بهذه الكلمة ما هو معناها والذي هو موجود في معجمنا الصغير هيا أصدقاء إذن معجمنا الصغير يقول أعينه تعني أساعده سنتعرف عليها إن شاء الله إذن من الأشياء والقيم الجميلة التي نتعامل بها مع جيراننا أننا نعينهم وهم أيضا يعاونوننا أي يساعدوننا إذن هذا التعاون المتبادل من الأشياء الجميلة التي تحدث بيننا وبين جيراننا وداره كداري أي أن بيته يشبه بيتي وهذه أيضا من الأشياء الجميلة أننا جميعا مجتمع واحد وبيوتنا متشابهة أيضا وكم أحب صاحبي إذن أنا أحب صاحبي كثيرا يظل دوما جانبي من أسباب أني أحب هذا الصاحب لأنه دائما قريب مني وبجانبي ويعاونني وهذه من الأشياء الرائعة التي علينا الالتزام بها تجاه الأصدقاء والجيران نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب إذن هذه المحبة التي نتبادلها مع الأصدقاء والجيران نتبادلها في كل مكان من تلك الأماكن البيت والملاعب وأيضا في المدرسة وأيضا في جميع الأماكن العامة الأخرى ما أسعد الجيران في عيشهم إخوانا إذن هناك سعادة تشمل هذه الصداقة وأيضا هؤلاء الجيران ما هي أسبابها؟ أسباب سعادة الجيران في أنهم يعيشون كأنهم إخوة كل يساند الآخر وأيضا كل يساعد الآخر ويشعرون بالمسؤولية تجاه جيرانهم فجارنا محبب بلطفه مقرب إذن نحن نحب جيراننا لماذا؟ لأنهم محببين إلى أنفسنا نحب صفاتهم وسلوكهم الجميل وأيضا مقرب أي نشعر بأنهم بالقرب منا ويشعرون بنا ونحن أيضا نشعر بهم وصاحبي يحبني يزورني أزوره ويزورني إذن يا أصدقاء من أيضا من أسباب أننا نحب الجيران والأصدقاء ماذا؟ أنهم أحسنتم يقومون بزيارتنا ونحن أيضا نقوم بزيارتهم لماذا نزور أصدقاؤنا وجيراننا؟ يا رائعين لماذا؟ أحسنتم حتى نطمئن عليهم ونسلم عليهم وماذا أيضا؟ نعرف أحوالهم وإذا كانوا يريدون منا المساعدة نقوم بمساعدتهم أحسنتم يا رائعين إذن من خلال هذا النشيد تعرفنا على العديد من القيم ما هي يا رائعين؟ ما هو واجبكم تجاه الجيران والأصدقاء؟ أحسنتم نحبهم نساعدهم وماذا أيضا؟ نزورهم أحسنتم نلتقي بهم أين يا أصدقاء؟ في الملاعب؟ في البيت؟ أحسنتم وأين أيضا؟ في جميع الأماكن العامة إذن نستمع مرة أخرى للنشيد يا أصدقاء ونريد أن نضع الإصبع أو قلم الرصاص تحت الكلمات حتى نستطيع قراءتها بطريقة صحيحة وإذا قرأناها بطريقة صحيحة سوف نتمكن إن شاء الله من حفظ هذه الأبيات إذن الآن نستمع مستعدون هيا بنا أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري ما أسعد الجيرانا في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه يعينني وداره كداري أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري ما أسعد الجرانا في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه يعينني وداره كداري أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري وداره كداري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري ما أسعد الجرانا في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني أنا أحب جاري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه يعينني وداره كداري شكرا لكم يا أصدقاء على حسن الاستماع والإنصات للنشيد أريد منكم الآن أن تستمعوا إلى قراءة المعلمة وأيضا سنستمع ونردد بعد المعلمة هيا أنا أحب جاري رددوا معي يا أصدقاء لأنه جواري لأنه جواري أعينه يعينني وداره كداري أعينه وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب ما أسعد الجيران في عيشهم إخوانا فجارنا محبب بلطفه مقرب وصاحبي يحبني أزوره يزورني شكرا يا أصدقاء على الترديد معي إذن يا رائعين دعونا نتعرف على بعض الكلمات هل وضعتم خطا تحت الكلمات التي صعبة عليكم معرفة معناها؟ كلمة جواري هذه التي في البيت الأول جواري أي أنه يسكن بجانبي بالجوار مني أيضا كلمة أعينه والتي كتبت باللون الأزرق وهي موجودة في معجمي الصغير تعني أساعده داره داره أي منزله كداري أي شبيهة بداري أي أنني لا أشعر بغربة بداخل منزل جاري أيضا لدينا هنا كلمة الملاعب الملاعب هي جمع لكلمة ملعب إذن الملاعب جمع لكلمة ملعب الجيرانة الجيرانة جمع ومفردها جار أحسنتم أيضا إخوانة جامع ومفردها أخ ممتاز إذن فجارنا محبب بلطفه مقرب مقرب أي أنه قريب منا بلطفه أي من أن جارنا هذا لطيف إلى درجة أننا نشعر بأنه قريب منا أيضا أزوره يزورني وهي من الأشياء التي يجب علينا فعلها في حق الجار والصديق نلاحظ الآن معجمية صغير بأسفل الأبيات كلمة أعينوا والتي كتبت باللون الأزرق في البيت الثاني وقلنا معناها يا رائعين أحسنتم أساعد إذن يا أصدقاء لماذا تحبون جيرانكم؟ لماذا تحب جارك؟ أحسنتم لأنه يسكن بالقرب بنا وأيضا لأنه يساعدني أحسنتم وماذا أيضا؟ أتشارك معه اللعب وأتشارك معه أيضا أشياء أخرى مثلا كحل الواجبات أحسنتم لماذا أو ماذا استفدت من هذا النشيد؟ ماذا استفدت أنت وأنت أيضا؟ ماذا استفدنا من هذا النشيد؟ أحسنتم استفدنا قيم كثيرة ما هي؟ أحسنتم يا رائعين أننا نحب جيراننا وأيضا نزورهم رائع نتفقد أحوالهم أيضا أحسنتم نقابلهم في البيت وفي الملعب أحسنتم نشعر بأنهم قريبون منا إذن نشعر بالمسؤولية تجاه جيراننا وأيضا جيراننا يعاملوننا بالمثل يزوروننا ويحبوننا إذن تعلمنا اليوم قرأنا النشيد قراءة صحيحة منغمة مقتدين بقراءة المعلم تعرفنا على بعض معاني الكلمات وشرح الأبيات عرفنا بعض القيم الواردة في النشيد انتهى يا أصدقاء درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله اشتركوا في القناة